بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت حافظاً لهذه الحالات الستة فإنك مهيئ للدخول إلى الاحتمال الثاني وإذا كنت غير دقيق في حفظها فأنصحك بعدم متابعة هذا الدرس إلا بعد أن تتقن الدرس السابق أعزائي قلنا أن مشتقات الدوال المثلثية الدوال المثلثية ستة مشتقة الساين كوساين مشتقة الكوساين سالب ساين وهكذا بالحالات الستة أريد أن أذكرك بالقاعدة الخامسة في تكاملات الدوال الجبرية عندما أقول لك تكامل أكس تربيع زائد واحد أس أربعة أثنياً أكس دي أكس أخذنا هذا السؤال وما يشبهه في الأجزاء السابقة وقلنا عند ظهور أقواص مرفوعة إلى قوة وكانت مشتقة داخل القوس موجودة خارج القوس سوف نطبق القاعدة الخامسة وما هي القاعدة الخامسة قلنا أن خارج القوس سوف يختفي مشتقة الأكس تربيع أثنياً أكس موجودة إذن خارج القوس سوف يختفي والقوس يبقى على حاله أكس تربيع زائد واحد ونضيف إلى الأس واحد ونضرب في مقلوب الأس الجديد زائد سي إذن هذا أمر سابق كيف سنربط الحالة السابقة بالدرس الحالي عندما أقول لك أريد تكامل سين أس أربعة أكس كوسين أكس دي أكس هل هذا السؤال تابع إلى الإحتمال الأول؟ ستقول لي كلا لأن الإحتمال الأول كما أتقنتموه يحوي على ست أسئلة فقط لا غير ما هي الستة؟ ساين وحدها كوسين وحدها سي كنت تربيع وحدها كوسي كنت تربيع وحدها سي كنت في تان وحدها وكوسي كنت في كوتان وحدها وهذا السؤال هو ليس من الحالات الستة إذن هذا السؤال مرشح أن يكون ضمن الإحتمال الثاني ماذا أقصد بالإحتمال الثاني أعزائي؟ أقصد بالإحتمال الثاني إذا تم العثور على دالة مثلثية مرفوعة إلى قوة معينة وكانت مشتقة الدالة بدون قوتها موجودة بجوارها إذن هذا السؤال يعد ضمن أسئلة الإحتمال الثاني إذن مشتقة السين ماذا؟ مشتقة السين كوسين إذن سيكون هذا السؤال ضمن الإحتمال الثاني والإحتمال الثاني أقصد به تطبيق القاعدة الخامسة كما تم تطبيقها قبل قليل للدوال الجبرية هذه المشتقة تختفي والسين القوس يبقى على حاله نضيف إلى الأس واحد ونضرب في مقلوبه زائد سي أريد أن أذكركم أعزائي إذا كانت القوة تقع فوق الحرف الأخير للدالة المثلثية فإنها تقع فوق الكل يعني ماذا أقصد؟ يمكن كتابة هذا الجواب بواحد على خمسة سين أكس الكل أس خمسة زائد سي ستقول لي هل أنا مجبر بكتابتها بهذه الصورة وزاريا؟ كلا أعزائي يمكنك كتابة الحل بهذه الصورة وتحصل على الدرجة الكاملة سنحاول أخذ سؤال آخر وهذه المرة أريد أن تتابع معي عندما أقول لك تكامل كوساين السبعة اثنيا أكس وساين اثنيا أكس دي أكس هل هذا السؤال يعد ضمن أسئلة الاحتمال الأول؟ ستقول لي بكل ثقة إنه لا يقع ضمن أسئلة الاحتمال الأول هل يقع هذا ضمن أسئلة الاحتمال الثاني؟ ستقول سأجري تجربة إذا كانت مشتقة الدالة المثلثية بدون قوتها أؤكد بدون قوتها مشتقة الدالة المثلثية موجودة بجوارها إذن هذا السؤال تابع إلى الاحتمال الثاني وإن قلنا موجودة لكنها تختلف بعد الثابت إذا كان الاختلاف ثابتا فالأمر قابل للمعالجة نجري عملية موازنة ما هو الثابت الذي أحتاجه؟ سأكتب هذا الثابت داخل التكامل وسأكتب مقلوبه خارج التكامل ما هي مشتقة الكوساين 2x؟ مشتقة الكوساين 2x هي السالب ساين 2x في 2 إذا كانت المشتقة صعب إجراءها ذهنيا فلا بأس أن أأتي على يمين الورقة الامتحانية يمين الدفتر سأقول يو تساوي كوساين 2x دي يو تساوي ما هي مشتقة الكوساين 2x؟ مشتقة الكوساين سالب ساين ماذا؟ 2x في 2 مشتقة الكوساين سالب ساين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية هل ساين 2x موجودة؟ نعم موجودة ساين 2x ماذا أحتاج؟ أحتاج سالب 2 كيف سأكتب السالب 2؟ نعم سأكتب سالب 2 داخل التكامل وأكتب ماذا؟ سالب نصف خارج التكامل إذن سيكون السؤال بالصورة التالية أعيد كتابة السؤال مجددا 2x وساين 2x دي أكس ماذا أحتاج هنا؟ أحتاج سالب 2 حتى يحافظ السؤال على قوته وصحته إذن سأكتب في الخارج سالب 1 على 2 ولكن أعزائي كتابتكم للموازنة بهذه الصورة ستعرضكم إلى فقدان بعض الدرجات والسبب هذه الإشارة السالبة ستقرأ كوساين السبعة ناقص 2x تعلم دائما ولا تنسى عندما أضرب بعدد سالب أثناء الموازنة يجب جعله داخل قوسين لكي تقرأ عملية الضرب وليست عملية طرح أما إذا كانت الموازنة بعدد موجب فهذا القوس وجوده وعدم وجوده لا يؤثر إذن مشتقة الكوساين سالب ساين 2x في 2 بمجرد حصولنا على مشتقة الدالة المثلثية ستذهب هذه المشتقة بعيدا وستبقى الدالة المثلثية تحافظ على اسمها ونضيف إلى الأس واحد ونضرب في مقلوبه إذن الجواب سيكون سالب 1 على 2 في 1 على 8 أضفنا 1 كوساين أس ثمانية 2x زائد c سأذهب إلى سؤال آخر لتعزيز الفكرة أكثر عندما أقول تكامل على سبيل المثال سيكنت تربيع أربعة أكس وهنا واحد زائد تان أربعة أكس أس خمسة دي أكس تعلمنا في المستويات المستوى الأول للأجزاء السابقة بأنه لا توجد قاعدة مباشرة لتكامل حاصل قسم الدالتين وعندها يجب التخلص من المقام أما بالتحليل والاختصار أو برفع المقام إلى البسط هذه الطرق الأولية إذن هنا لا يوجد تحليل ماذا سأفعل؟ سنقوم برفع المقام إلى البسط عندما نرفع المقام إلى البسط لابد أن إشارة الأسس سوف تتغير إذن واحد زائد تان أربعة أكس والسالب خمسة والسيكن تربيع أربعة أكس دي أكس سوف أسأل هل هذا السؤال يعد ضمن أسئلة الاحتمال الثاني؟ ستقول إذا كانت مشتقد داخل القوس هي موجودة خارج القوس أو تختلف عنها بعد الثابت فإنه تابع للاحتمال الثاني سنجرب مشتقة الواحد صفر مشتقة التان سيكن تربيع نفس الزاوية في مشتقة الزاوية وإن كان عندكم تلكؤ في الاشتقاق لا تكمل مشاهدة هذا الدرس إلا بعد أن تعود إلى الجزء الخامس لإتقان عملية الاشتقاق والتكامل معا للحالات المباشرة إذن مشتقة الواحد صفر مشتقة تان أربعة أكس سيكن تربيع أربعة أكس في أربعة إذن عندي سيكن تربيع أربعة أكس ماذا أحتاج؟ أحتاج هنا أربعة وهنا واحد على أربعة إذن سأجري عملية الموازنة هنا ستكون أربعة وهنا واحد على أربعة هل يجب كتابة الأربعة داخل قوسين؟ هنا لا يجب ذلك إلا إذا كانت بإشارة سالبة بمجرد حصولنا على مشتقة داخل القوس خارج القوس هذه المشتقة سوف تفنى بأجمعها ويبقى القوس على حاله بدون أي تغيير ومن ثم سنضيف إلى الأس واحد ونضرب في مقلوبه إذن سيكون الجواب واحد على أربعة في واحد زائد تان أربعة أكس سالب خمسة زائد واحد تساوي سالب أربعة ومقلوبه سالب واحد على أربعة زائد سي إذن ماذا سيكون؟ الجواب هنا سيكون سالب واحد على سطح عشر أعتقد أنك ستقول لي ما فائدة هذا الكسر الكبير واحد على سطع عشر لا تحتاج إلى هذا الكسر أقول لك بعد إجراء التكامل إذا ظهرت عندنا قوس السالبة يجب إرجاعها إلى موجبة عن طريق تنزيلها إلى المقام وستكون قرب السطع عشر إذن واحد زائد تان أربعة أكس أس أربعة زائد سي إذن متى نستخدم الاحتمال الثاني ومتى نستخدم الاحتمال الأول؟ حافظ على تركيزك معي وإذا أتقنت ما سوف أقوله يمكنك مشاهدة الاحتمال الثالث أعزائي يكون السؤال تابع إلى الاحتمال الأول إذا حصلنا على أحد الحالات الستة ما هي الستة؟ كوسين ساين سي كانت أربية كوسي كانت أربية سي كانت في تان كوسي كانت في كوتان طبعاً مع كل واحدة منها ستكون هناك زاوية إذا عثرنا على أحدى هذه الحالات الستة ماذا ستكون اليو؟ سيكون تكامل كوسين ساين إذا وجدت ماذا؟ إذا وجدت مشتقد الزاوية إذا اليو ستكون الزاوية فقط إذا هنا ثنياً أكس ستكون اليو ثنياً أكس إذا هنا أكس تربية فاليو أكس تربية إذا كانت اليو بالصورة التالية ستكون جذر أكس إذا كانت الزاوية بالصورة التالية ستكون اليو هي باي أكس وإذا كانت الزاوية بالصورة التالية ستكون U2X وإذا كانت الزاوية بالصورة التالية ستكون UX فقط هنا نبحث عن مشتقة الزاوية وبعد العثور عليها سنطبق القاعدة بشكل مباشر ما هو تكامل الكوساين؟ الساين ما هو تكامل الساين؟ السالب كوساين سيكن تربيع سيصبح تان كوسيكن تربيع سيصبح سالب كوتان سيكن في تان ستصبح سيكنت كوسيكن في كوتان ستصبح سالب كوسيكنت ماذا سيكون السؤال حسب الاحتمال الثاني؟ أيضا سيكون واحد من ستة الاحتمال الأول واحد من ستة الاحتمال الثاني أيضا واحد من ستة ما هي الستة أعزائي إذا وجدت ساين مرفوعة إلى قوة معينة ووجدت بجوارها كوساين إذا وجدت كوساين مرفوعة إلى قوة معينة ووجدت بجوارها ساين ما هي مشتقد الكوساين السالب ساين الساين يمكن الحصول عليه بالموازنة السالب عفوا يمكن الحصول عليه بالموازنة إذا عدم وجود السالب في السؤال الأصلي لا يهم لأننا يمكن أن نحصل عليه بعد عند عثورنا على تان مرفوعة إلى قوة معينة ووجدت بجوارها سيكا تربيع عند وجود كوتان مرفوعة إلى قوة معينة ووجدت بجوارها سيكا تربيع بعد عند وجود سيكا تربيع مرفوعة إلى قوة معينة ووجدت بجوارها سيكا تربيع وإذا وجدت كوسيكا تربيع مرفوعة إلى قوة معينة ووجدت بجوارها كوسيكا تربيع موازنة على السالب ولكن أعزائي الاحتمال الثاني يشترط أن تكون الزوايا موحدة مع كل دالة مع الدالة المجاورة لها سأعطي مثال إضافي على الاحتمال الثاني وأريد منك أن تبقى معي للسيطرة على الفكرة عندما أقول لك أريد تكامل سيكا تربيع أربعة أكس وتان أكس دي أكس هل هذا السؤال تابع إلى الاحتمال الأول في رأيك؟ الاحتمال الأول يقول سيكا تربيع إذا كانت هذه الأربعة غير موجودة ستكون سيكا تربيع تكامل سيكا في تان سيكا كما أسلقنا إذا كان السؤال غير تابع للاحتمال الأول فهل هو تابع إلى الاحتمال الثاني؟ سنجرب إذا أخذنا الدالة هي التان فمشتقة التان هي السيكا تربيع وهنا عندي سيكا تربيع وإذا كانت الدالة سيكا تربيع فإن مشتقة السيكا تربيع هي السيكا تربيع في تان وماذا عندنا هنا؟ عندنا تان ولكن دالة السيكا تربيع إذا كانت إلى أي قوة ووجدت التان لوحده بجوارها ستعطيه سيكا إذا ماذا سيكون السؤال؟ يساوي سيكا تكعيب أكس وسيكا تكعيب أكس تان أكس دي أكس إذن هذا السيكا يمتلك من القوة أربعة لا يهم إذا أعطى إلى التان إحدى هذه الأربعة عند الضرب تجمع الأسس إذن سيكون سيكا تكعيب مع جواره ما هي اليو هنا؟ ما هو القوس هنا؟ إذا أخذنا القوس سيكا تكس فإن مشتقة السيكا تكس ماذا؟ هي السيكا تكس في تان أكس ودي أكس إذن بما أن مشتقة الدالة بدون القوة موجودة بجوارها إذن سوف أستخدم القاعدة الخامسة وماذا؟ تقول القاعدة الخامسة؟ سيكا تكس تبقى على حالها نضيف إلى الأس واحد ونظرف في مقلوبه زائد سي ما رأيك إذا قلنا أريد تكامل كوسيكا تص ثمانية إثنيا أكس وكوتان إثنيا أكس دي أكس هل هذا السؤال تابع إلى الإحتمال الأول؟ عندما أريد أن أختبرك أقول لك هذا سؤال أمامك ما هو التحوير الذي يمكن إجراءه على السؤال ليكون ضمن الإحتمال الأول؟ سأعطيك مساحة وأقول لك امسح أي جزء من الأجزاء وحول السؤال إلى الإحتمال الأول ستقول بسهولة إذا تم مسح الثمانية سيتحول السؤال إلى الإحتمال الأول وتكامل كوسيكا تكوتان هو السالب كوسيكا تكوتان بعد أن نجري الموازنة على مشتقة الزاوية ولكن وجود الثمانية يعني أن السؤال لا يقع ضمن الإحتمال الأول هل هو ضمن الإحتمال الثاني؟ إذا أخذنا اليو هو كوسيكا تكتätين أكس ما هو كوسيكا تكتين أكس؟ هو السالب كوسيكا تكتين أكس كوتان أكس في ثنين عندنا كوتان أكس ماذا أحتاج؟ أحتاج كوسيكا تكتين أكس هل يمكن توفيرها؟ نعم يمكن ذلك لأن الكوسيكنت والسيكنت يقتصف بالكرم إذا احتاج ما بجواره إلى أحد قوة سيعطيه هذه القوة إذن سيكون الجواب تكامل ماذا؟ كوسيكنت اثنيا أكس والسبعة في ماذا؟ كوسيكنت اثنيا أكس وكوتان اثنيا أكس دي أكس هنا ما هو اليو في هذا السؤال؟ إذا أخذنا اليو كوسيكنت اثنيا أكس ما هي مشتقة الكوسيكنت اثنيا أكس؟ اذهب بورقة جانبية وأكتب وي تساوي أو يو تساوي كوسيكنت اثنيا أكس وقم باشتقاقها ستكون مشتقتها سالب كوسيكنت اثنيا أكس كوتان اثنيا أكس في اثنيا أكس سالب اثنيا داخلية وسالب نصف خارجية إذن هذا سوف يختفي لأننا حصلنا عليه وسنقي الدالة على حالها ونضيف إلى الأس واحد ونضرب في مقلوب الأس الجديد يعني سالب واحد على اثنيا في واحد على ثمانية كوسيكنت أس ثمانية اثنيا أكس زائد سي إذن أعزائي سأعود إليكم بالملاحظة لإتقانها قبل الانتقال إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الثالث ماذا أو متى يكون التكامل مباشرا؟ يكون التكامل مباشرا إذا كان السؤال بأحد الحالات الستة التي أمامك وإذا عثرنا إلى هذه الحالات الستة ستكون اليوهي الزاوية فقط وبعد إجراء الموازنة نغير اسم الدالة أما السؤال يكون تابع إلى الاحتمال الثاني إذا وجدت دالة أساسية مرفوعة إلى أي قوة ووجدت مشتقتها بجوارها بمجرد الحصول على مشتقة هذه الدالة سوف تذهب المشتقة بعيدا وسنحافظ على اسم الدالة لاحظ عزيزي في الحالة الأولى نغير اسم الدالة ولكن في الحالة الثانية نحافظ على اسم الدالة ونضيف إلى الأس واحد ونضرب في مقلوب الأس الجديد إذن الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية أن في الحالة الأولى ستكون اليو هي الزاوية فقط وبعد إجراء الموازنة نغير اسم الدالة أثناء التكامل وفي الحالة الثانية ستكون اليو هي الدالة مع الزاوية بدون القوة الدالة مع الزاوية بدون القوة وبعد إجراء الموازنة وعند التكامل نحافظ على الاسم ونغير القوة وذلك بإضافة واحد إلى الأس ومن ثم الظرف في مقلوبه إذن كونوا معي أعزائي مع هذا السؤال وأريد أن أناقشه معكم قبل أن أقول لك ماذا يحوي الإحتمال الثالث تكامل ساين اثنياً أكس في ساين تربيع أكس دي أكس إذن هل هذا السؤال تابع إلى الإحتمال الأول؟ كلاً الإحتمال الثاني مشتقة الساين كوساين أكس هذا اثنين أكس إذن لا هو إحتمال أول ولا هو إحتمال ثاني إذن سيكون إحتمالاً ثالثاً سوف نتطرق له أعزائي بالجزء السابع من أسئلة المستوى الأول أقو معي ولا تذهبوا بعيداً في أمانك